صباح عليكم مرة تانية ودلوقتي تعالوا نروح سريعا لزم لتنا دينا شرف عشان نتعرف من خلالها على ايه اخر اخبار التقص في عيد الفطر المبارك سباح الخير يا دينا سباح الخير يا مصطفى سباح الخير يا ايمان كل سنة ونطيبين وكل مصر والامر العربية والاسلامية بخير يا رب وبسعادة حر بقى ولا برد ولا ايه والنهاردة اليوم مبهج لانه اول ايام العيد فاكيد ان شاء الله الجو يكون لطيف ومبهج زي الاحتفالية اللي احنا تابعناها كلنا مع بعض دلوقتي خليني اطمنكم على حالة الجو بالتفصيل النهاردة هيكون طق صحار بالنهارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء هيكون مائل الحرارة على السواحل الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد هيكون لطيف بالليل على قاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حالة الجو معنا على تيفون دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية صباح الخير يا دكتور وكل سنة وحديك طيبة الصباح الخير على حضرتك اتذينا وكل سنة وحضراتكم بخير يا رب وكل المشاهدين بخير حابين اتطمن من حضرتك عن حالة الجو النهاردة خصوصا اول ايام العيد بالفعل يمكن احنا اليوم هنشهد ارتفاع طفيف درجات الحرارة على اغلب مناطق الجمهورية التقص احسفنا به خلال فترة النهار هيكون حار على القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري محافظات السواحل الشمالية الغربية والجنوب بينا هيكون شديد الحرارة على محافظات شمال والجنوب السعيدة طبعا خلال فترة النهار خلال فترات الجيل هيكون كمان في ارتفاع طفيف درجات الحرارة متوقع الصغرى خلال فترة الليلة على القاهرة الكبرى تكون 19 درجة مئوية والجوه هيكون لطيف على القاهرة الكبرى محافظات الواجه البحري محافظات طبعا جنوب سينة هيكون كمان مائل للبرود على سواحنة الشمالية بالإضافة كمان أن اليوم هيكون فيه بعد فترة الزغيرة ويدخول تعاق المساء في نشاط الرياح على القاهرة الكبرى محافظات الواجه البحري سواحنة الشمالية نشاط الرياح ده قد يكون مسير لبعض الرمال والأسباب فأقصى غرب البلاد زي مطروح وسيوى والسلوم لكن طبعا نشاط ريح ده كمان هيزود أحساسنا التلطيف الأجواء خاصة خلال فترة المساء والأجواء الرابعية إن شاء الله خلال فترة المساء بالإضافة كمان أن اليوم فيه فرص لسقوط الأمطار أمطار هتكون كمياتها من خفيفة المتوسطة على السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة جدا إلى الأسكندرية مساء اليوم لكن مجمل الحالة الجوية إن شاء الله يكون فيه استقرار في الحالة الجوية نقدر نتفسح ونقدر نخرج ونقضي أجازت العيد بإذن الله ده بالنسبة طبعا حديثي أنه فيه ارتفاع طفيف هالمع ارتفاع درجات الحرارة فيه شبورة على الطرق الصحراوية وزراعية خصوصا أنه في فترة العيد بيكون ناس كتير أو بيتسافر بالفعل يمكن كمان اليوم كان فيه شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لكن الأيام اللي جاء إن شاء الله برضو وجود الشبورة المائية هيكون خفيفة إن شاء الله مش هتأثر على حرقة المرور تماما نقدر نخرج ما فيش مشكلة لكن دايما نستبع تعليمات المرور أثناء انخفاض الريع الفقية أثناء وجود الشبورة المائية دايما مع التكون الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل يعني تقريبا الساعة ثلاثة الفجر تستمر حتى سطوع شاعة الشمس يعني على الساعة سبعة صباح تمام بشكر حديك طبعا شكرا جزيلا نتجول الحمد لله حلو بشكرك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية خلونا دلوقتي نستعرض مع حضاتكم درجات الحرام متوقعة النهاردة ونبدأها من القاهرة والعظمة 34 وصغرى 19 إسكندرية 33 17 مطروح 32 17 سيوى 35 18 بورس عيد 28 18 ضمياط 28 18 باسماعيلية 32 18 السويس 31 19 العريش 29 17 طابة 29 19 كاترين 32 14 شرم الشيخ 34 24 الغردقة 31 22 الفيوم 36 20 بني سويف 38 20 المينيا 40 21 أسيود 33 22 سوهاج 40 23 قناء 40 24 الأقصر 40 25 أسوان 41 26 الوادي الجديد 41 24 شلاتين 34 20 وأخيرا حلايب 31 21 طب مننا حضراتكم عن حالة الجو الجو اللطيف النهاردة وخلال فترة العيد هيكون في ارتفاع طفيف درجات الحرام صباحا لكن مساءنا هتنخفض بعض الشيء هرجع مرة تانية للمصطفى وإيمانا عشان نكمل معكم فقرة صواخرية مصر شكرا لك يا دينا شكرا لك يا دينا